ولتسليط الضوء أكثر على زيارة سمولي العهد إلى الهند وما تم خلالها من توقيع اتفاقيات بين الجانبين ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض المحلل الاقتصادي الأستاذ فواز الفواز أهلا بك أستاذ فواز بالتأكيد هناك اتفاقيات اقتصادية متعددة شهدنا توقيعها هذا اليوم بين جهات سعودية وأخرى هندية كيف ترى انعكاسات مثل هذه الاتفاقيات وأهميتها على تطوير العلاقة بين البلدين لا شك أنه زيارة شاملة ولكن جوهر الزيارة مثل ما تفضلت واضح أنه اقتصادي وكما سبق في الزيارة الأخرى الباكستان وزيارة قادمة للصين فإذا بنحط الأمور في الإطار الصحيح إذا حبيت كلها الزيارات الحقيقة تجي من كبه السمو والي العهد الأمير محمد لا تقوية العلاقات الاقتصادية وانعكاس على أهمية الرؤية والبرامج الاقتصادية الحفيثة في المملكة فبالتالي العلاقات الدولية مع الدول المهمة والواعدة اقتصاديا جزء مهم من العلاقة خاصة المملكة والهند من جمعة العشرين والهند كما تعرف واحدة من الدول المستوردة للنفط المهمة فواضح أنه النفط والتكرير مثل ما شار ولي العهد أنه هذه جزء كبير من مثل ما برضو كان في باكستان فهذه جزء الحقيقة من استراتيجية المملكة الاقتصادية والتكامل بالنسبة للمملكة واضح وضروري فهذه الحقيقة خطوات سباقة واستثمارات بعيدة المدى وليست كما وعدنا استراد وتجارة فقط ولكن استثمارات واعدة والتناقل للتقنية والمعرفة هذه دول سباقتنا وأحنا أعتقد الرفض معها ضروري جدا فالمملكة اليوم تقوم بخطوة في نظري واسعة وشاملة وعميقة لتحديث المملكة الاقتصادية طيب أستاذ فواز يعني اليوم كان هناك اجتماع لسم ولي العهد مع مدراء ورؤساء كبريات الشركات الهندية في إطار رؤية سوفت بنك والاستثمار هناك أيضا ما مدى إمكانية استثمار هذه الشركات داخل المملكة العربية السعودية يعني أنت كما تعرف دائما برامج الاقتصادية الشاملة اللي مثل الهوية ومثل برامج الهند للتقدم فهذه كلها دائما تكون ما يسمح الحقيقة الجو الاقتصادي اليوم أنك تركز على قطاع الحكومية وقطاع الخاص بل لابد من التضافر والتكامل فبالتالي اسموه لي العهد يعني أعطى من وقته في زياراته السادقة وزياراته زيارة الهند وزيارة القادمة للصين أنه تعمد أنه يقابل الشركات لأنه عنده شيء يقوله لا هاي الشركات ويدعوهم لاستثمار في المملكة المملكة يعني فصاد واعد وفرص استثمارية للشركات السعودية والشركات الهندية جدا مهمة والمسألة ليست بس قطاع عام ولكن قطاع خاص لأنه بدون قطاع عام وبيع تعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص حتكون البرامج التلموية مشلولة فاسموه لي العهد المتنبه لهذه الناحية فالتعاون مع الشركات المباشرة وشل الهند مثل ما تعرف فيها شركات جدا ضخمة مثل رلايينس وغيرها أشكرك الأستاذ فواز الفواز المحلل الاقتصادي شكرا جزيلا لك